بس أكد لك أصبحت هذه الحالة هي مرتبطة بملف الأضابير المزورة هذه الحالة هو ومو بس هذه يعني إحنا عالجنا مزدوجي الوظيفة صح التعبير باعتبار أن قانون المحامل شكلت الوزن داخل النقابة مضبط وإلى حد قبل يعني أيام صدر المجلس باتخاذ قراره أعداد بالمئات 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 يعني موجودة حالات ونشط وحادي لا لازم إحنا نحشي بصراحة وبحقيقة نعم ويعني هذا النهج لا يزال معتمد التحري وكشف مزدوجي الهوية بمعنى أنها لا يجزل الجمع بين الوظيفة العامة والمحامات وكذلك أيضا لا يجزل الجمع بين يعني منصب مدير مفوض لشركة تجارية وبين المحامات وابه نعم سيادة النقيب هناك أمبات تتحدث عن تدخل هيئة النزاه للتحقيق في قضايا مهمة وإنشائكة داخل نقابة المحامين العراقيين ما صحة هذه الأنبار في الحقيقة العمل النقابي يعني فيما يتعلق بنقابة المحامين نعم ويعرفون جميع المحامين العراقيين النقابة لا توجد فيها لوائح داخلية تنظم العمل طيب ولا سيبا في جوانب المالية وبالتأكيد لربما هناك أخطاء قد ارتكبت ونحن حقيقة حفاظا على أموال النقابة يعني ليس ببقدورنا أن نمانع عن إجراء أي تدقيقات وأي رقابة يعني خارجية بما يؤمن سلامة الموقف البالي لنقابة المحامين نعم ويجب أن نوكد لك آل نقيب المحامين أول من وجه كتاب إلى ديوان الرقابة المالية طيب لغرض إجراء التدقيقات على كافة المعاملات يعني سراحة من سنة 2010 وحتى آني نقيبا لغاية هذه الدورة لغاية هذه الدورة نعم وهذا لا يشكل اتهاما نعم خاصة وإن ديوان الرقابة المالية يؤشر مواقع الخطأ حتى نستطيع العمل على معالجة الخطأ نعم ونحن ليس ضد يعني أي تحقيقات سواء تجري من قبل الهيئة العامة للمحامين من خلال التقارير السنوية التي تقدم إلى اجتماع الهيئة العامة وأنا حب أن أقول لك مجلس الدقابة قرر في هذه الدورة تشكيل لجان نعم من أعضاء الهيئة العامة لغرض البحث في جبيع الجوانب المالية والعقود التي أجرتها الدقابة نعم يعني في خطوة جريئة وصحيحة يعني لهي العامة تقدر تدخل بهاي التفاصيل العقود التي تغرمها النقابة بالتأكيد بالتأكيد بخلال التقرير المحاسب يعني القانوني الذي يجب أن يقدم تقريراً سنوياً مالياً عن ثلاث سنوات الدورة وأحب أن أقول لك أيضاً يعني الآن أشرت إلى مجلس النقابة اتخذ قراراً بتشكيل عدة لجان مهمات هذه اللجان أن تدقق جميع التصرفات المالية والتوصية بنتيجة هذه التحقيقات ووضعها أمام مجلس النقابة لاتخاذ القرارات المناصة وضع سياسة النقيل